اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهل خليفة حفظه الله ورعاه بدعم حقوق الشعب الفلسطيني والمحافظة على الثوابت والحقوق الفلسطينية المشروعة وحيا معالي وزير الخارجية تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بالسلام على اساس مبادرة السلام العربية الفين واثنين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة مضيفا معاليه ان مملكة البحرين تقف صفا واحدا مع الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة هذا وقد صدر عن اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بيان ختامي اكد ان الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام الفين واثنين المبنية على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام لا يمكنها ان تقبل اي خطة او صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية ومثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الاوسط اذا لم تلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المناضل كما اكد البيان على التزام الدول العربية باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية وضد اي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل وحذر البيان من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطاني والفصل العنصري واكد البيان التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها وأكد البيان على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني اشتركوا في القناة